أما الآن مشاهدين الكرام قراءة في الصحف العربية والعالمية في الصحف سجل باب هدفين ومنح تمريرة حاسمة لجيره ليقود فرنسا للفوز على بولندا وبلوغ ربع النهائي لمديال قطر 2022 الاحتجاجات في مدن عديدة في الصين انتقاداً لسياسة بكين أصارمة للقضاء على فيروس كوفيد 19 وأخيراً قرن كامل يمر على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عندخ آمون في جولتنا مشاهدين الكرام عبر الصحف لهذا اليوم اخترنا لكم بعضاً مما أوردته صحف عربية وعالمية ونبدأ بصحفة الجارديان وتسجيل باب هدفين ومنح تمريرة حاسمة ليجيره ليقود فرنسا للفوز على بولندا وبلوغ ربع نهائي منديال قطر 2022 حيث جاءت بالعنوان التالي امبابي يقود فرنسا لتجاوز بولندا وبلوغ ربع نهائي منديال قطر 2022 تغلب منتخب فرنسا الأحد على نظيره البولندي ثلاثة واحد ليعبر إلى ربع نهائي منديال قطر 2022 ويواجه زملاء مبابي في دور ثمانية الفائز من مواجهة السنغال وإنجلترا التي تلعب في وقت لاحق وتأهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب إلى ربع نهائي منديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره البولندي ثلاثة واحد لازم مشاهدين الأعزاء نبحث في الصحف العربية والعالمية والحديث عن أهم الأحداث ونصلت الضوء عن الاحتجاجات في مدن عديدة في الصين وانتقادا لسياسة بكين الصارمة للقضاء على فيروس كوفيد 19 صحيفة كريتشين ساينز مونيتور جاءت بالعنوان التالي الصين احتجاجات لم يسبق لها مثيل رفضا لسياسة صفر كوفيد شهدت عدة مدن صينية تظاهرات احتجاجا على إجراءات الإغلاق الصارمة التي تطبيقها السلطات في إطار سياسة صفر كوفيد في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات كما شارك مئات طلاب من جامعة سينجوها المرموقة في بكين بالاحتجاجات وتفجرت الاحتجاجات في مدينة شانجهاي في ساعة مبكرة من صباح الأحد مع قيام سكان في العديد من المدن الصينية والتي أثار غضب كثيرين منهم حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد بالمطالبة بالتراجع عن قيود مكافحة كورونا الشديدة وفقا لرويترز نقدم مشاهدين الأعزاء هذه الجولة من صحيفة وولستريت جورنال والحديث عن قرن كامل يمر على اكتشاف مقبرة الفراعون الذهبي توت عنخ آمون وروبورت يجري أول عملية نزع ورم سرطاني لمريض قرن كامل يمر على اكتشاف مقبرة الفراعون الذهبي توت عنخ آمون وتعد مقبرة الفراعون الذهبي توت عنخ آمون من أهم الاكتشافات الخاصة بالحكمة الفراعونية وقد مر على اكتشافها قرن كامل وتم العثور عليها كاملة وسليمة إذا لم يتعرض أو إذا لم تتعرض لأي نهب أو سرقة وقد تم عرض محتوياتها كالقناع الذهبي والتابوت ومقتنيات أخرى في مختلف بلدان العالم وها هي اليوم تعود إلى بيتها الأصلي لتعرض في المتحف المصري الجديد روبرت يجري أول عملية نزع ورم سرطاني لمريض فقد نجح روبرت في إنقاذ حياة شخص يبلغ عمره 61 عاما وذلك بعد إزالة نسيج سرطاني بوطولس 6 سنتيمترات من حنجرته وذلك من خلال إجراء جراحة هي الأولى من نوعها وتتطلب أقل قدر ممكن من الوصول إلى أعضاء الجسم الداخلية أستخدم الجراحون في مسجفة غلاوس سيرس شاير الملكي في بريطانيا الروبرت المدعو فيرسيوس في إجراء الجراحة من خلال شق جروح صغيرة على الرقبة ما يقلل من مضاعفات العملية وتشكل ندب وظهور أي آلام بعد العملية واعتمد الروبرت على رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة فضلا عن تجهيزات بأدوات الجراحة الكاملة لإجراء العملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر